تحدث ناجون ونازحون جدد من الحويجة عن رحلة خروجهم من المدينة المحفوفة بخطر الموت وقال نازحون إنهم اضطروا لسير عشرات ساعات ولعبور عدد من الأنهار والأراضي المزروعة بالألغان وسط درجات حرارة منخفضة قبل أن يصلوا إلى مناطق آمنة في محافظة كاركوك النازحون أكدوا أنهم شهدوا تحت سطوة عناصر تنظيم داعش عمليات قتل وتعذيب وشهدوا معاناة الجوع والعوز في حين حملوا مسؤولي الحويجة وكاركوك مسؤولية تركهم كرهين بيد تنظيم داعش الذي لا يزال يسيطر على المدينة مشينا خمسة وعشرين ساعة مشينا من العشرة بالليل للستة الوراء آذان المغري بيالا طبعنا بيد السلطان المعي ست مايات حنا عابرين هن للفاد واحد من المايات صادفنا بالأربع الفجر أربع الفجر صادفنا المايات نعبر حنا الزلم ونشيل الجهال نعبرها ونقود الحبايب ونعبرهم أول حرم تلما تقدر نشيله الشيال ونعبرها متنا من الجوع متنا والله العظيم وقفنا على قرارنا شكار إمن رمضان شاي محنا ضايجين حب ماكو وقفنا التمام خبز ما ضل عندنا ناس النازحين تبهدلوا بالمخيمات وبهذا المجمعات السكنية وأمطار وبرد وجوع والناس كلها نزحت ما عدها يعني فلس بجيبه ما باقي فلس بجيبه فهذا شون راح يعيش فأنت يا مسؤولين ما تفكر بعائلتك يعني فكر النازح هم أهلك وقرائبك وكلكم قرائبنا أنت واخوتنا وعمامنا ليش بقيتونا كل هذا الفترة متعذبين يعني تعذبنا داخل قضاء الحويجة يعني التعذيب اللي شفناه بهذا الفترة هذا اللي احتلها داعش تعذيب يعني ما يتصوروا أي عقل بشري